أهلا بحضراتكم مرة تانية طيب خلاص النادي الأهلي أعلن منذ قليل فسخ تعاقد رسميا وبالتراضي مع مستر بيتسو مسماني اللي كان المدير الفني وكان على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي على مدار 20 شهر فاته كان يعني 20 شهر مليانين بعدد كبير جدا من الإنجازات والبطولات في الحقيقة فحقول لحضراتكم كل الكواليس اللي حصلت وده الخبر طبعا الرسمي للنزل على الموقع الرسمي لنادي الأهلي وعلى صفحات النادي الرسمية على السوشيال ميديا خليل أقول لحضراتكم اللي حصل بالضبط كان فيه محاولات مكسفة وبقوة مجلس الإدارة مع مسماني رغبة من مجلس الإدارة في استمراره واستكمال عقده ليه؟ عشان هم مقتنعين تماما قناعة كاملة بقدراته وبكفاءته وخصوصا في الظل الإنجازات الكبيرة والنجاحات اللي حققها والبطولات اللي حققها مع الفريق على مدار الفترات السابقة لكن المدير الفني بعد الاجتماع طلب من الإدارة سمح له بالرحيل هو طلب منهم أنه هو عايز يمشي لكن الأهلي حاول تاني المسؤولين عن القرى في النادي الأهلي حاولوا تاني إقناع مستر بيتسو مسماني بالاستمرار خصوصا في ظل المرحلة الحاسمة اللي بيمر بيها الفريق في المسابقات المحلية المختلفة لكن الأهلي واجه المحاولات دي بإصرار كبير من مسماني على الرحيل والاكتفاء بالفترة السابقة اللي أضاها داخل النادي الأهلي فطبعا النادي قدام رغبة المدير الفني مستر بيتسو مسماني فاحترم الرغبة دي بعد إصراره ويوجه لي الشكر وتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالطراضي في شكل يسوده الود والاحترام المتبادل ما بين الأهلي والمدير ده كل اللي حصل في كواليس رحيل مستر بيتسو مسماني الأهلي كان متمسك به كان الأهلي عنده قناعة لأنه خلي بالك فيه ناس كتير جدا جدا كنت قل لك أفين كوسان داخل النادي الأهلي بأن مسماني لا يمشي لا يكمل عايز أقول له حراركم وزاي كان مكتوب في الخبر اللي قدامكم على الشاشة من شوية إن كان فيه إجماع على أهمية وحتمية استمراره لكن المدير الفني نفسه هو اللي أصر على الرحيل وده أنا بشوف أنه بيتنافى مع تصرحاته اللي كانت قابل كده إن دايما في مصر الناس تبقى عايزة المدة تبقى صيارة بغير مديرين فنيين كتير وكلام من ده لا الأهلي مش كده الأهلي ممكن يكون كان عنده بعض موحظات طبيعي لكن في نفس الوقت كان مصر على استمرار مسماني وكان فيه دعم كبير جدا للمدير لكن واضح إنه له توجه آخر أو ممكن يكون له أي قرار مختلف خلال الفترة اللي جاية من غير ما أتكلم في أي تفاصيل لكن في نفس الوقت الأهلي احترم الرقبة دي وشكره لأن الراجل بصراحة على مدار فترات طويلة فاتت جاب بطولات غالية قوي قوي للنادي الأهلي وبطولات تاريخية رجع بطول الدورة أبطال أفريقيا مرتين مرة بعض جابها على طول بعد غياب سبع سنوات جابت نين سوبر برونزيتين كاس عالم كاس مصر يعني عمل عدد كبير من البطولات أما كانش موفق في البعض الآخر وده طبيعة أو دي طبيعة كرة القدم ما فيش نادي في الدنيا حيكسب كل ما تشط وياخد كل بطولات هي دي الكرة ده طبيعي جدا يعني لكن إنجازاته كانت أكتر بكتير جدا جدا من إخفاقاته وفي الحقيقة برضه عشان نبقى وقعين اختياره كان صائب من البداية والنتائج كلها بتقول كده إن قرار تعاقد مع موسيماني كان قرار يعتبر من القرارات الهمة في تاريخ النادي الأهلي واللي قتت بسمرها بشكل ملحوظ من خلال بطولات كتير جدا حقاها النادي الأهلي